موسيقى وهاي منور هاي منور وهاي لايك وهاي شير وامر لا حدا حوش كلها بتجذب عبعضها خلينا نمعط زينا زي هالناس نفسي هالناس الموجودة بالعالم الافتراضي أشوفهم بلحمهم وشحمهم وفكرهم بالحياة العادية نفسي أشوف تبعينها الفيسبوك والتويتر معانا بالحياة يعني زي ما بتصرفوا وراء الشاشة يتصرفوا بالشارع يوم اطلع البوستات والتعليقات شوها المثالية شوها العالم الفخمي هاي واحد كل ما بكتب شغلة بحط لي لايك وبقول لي أبدعت بس ثاني يوم بس أشوفه بدير وجوه هاي رضاش يقول لي صباح الخير يا زمنت مبارح ما عطني لايك بتيجي شبر وكاتب هاهاها شو قلبك اليوم يعني يوم شفتك وجه لوجه بطل تعرفني بتحط صورتك منور 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 ثاني يوم إذا نقص عندك مي بالروديتر وفتحت غط السيارة عطريق جرش بدك واحد يوقف لك يعطيك قل المي كلها بتخلي حالة تفرج على أحراش هيش بطلو يعني طيب مبارح كنت منور واني قاعد ومكوع وما بديش مساعدتك اليوم عقل المي تبريت مني واني الأقوال نص العالم قلبت محمود درويش حاطين صورته عبر رفالاتهم وكاتبين أقوال عليما الله لو يشوفها المرحوم غير غيب قهوتي سمراء التي تراقصني يا زمن ميت قال الشاعر الكبير محمود درويش هالمقوله قهوتي والليل والوحدة محمود درويش سب العيونه ومديده ويحنونه محمود درويش يا أخوان منين جبتوا هالمقولتها يعني عدم المؤاخذة عمرنا ما قرينها الحتي كمان مش كل شي قهوة مربوطة محمود درويش يعني هاي القهوة عتيقة زمان زمان صار لها قرون مكتشفة حولتوا لي يا زلمة لوكيل القهوة بالوطن العربي وين ما بتلاقي صورة فنجان قهوة بحطه جنبها صورة محمود درويش يعني خفوا علينا شوي صحيح عطاري فنجان القهوة نص الصبايا الله يرضى عليهم أول ما بحطهم الصباح صفحات فنجان قهوة بوش وبجنب وردة عاد بتلاقي أخوها من الصباح بترجى فيها تعمل له فنجان قول ما يروح على الجامعة وهي بتتلاقط قاعدة مع ذبان وجهها ومكشرة ومطلع طقم المفاتيح الشق هون بين حواجبها واحد بكاتبة الخيلو عشقي ومتصوري مع أحصان أبصر عميمة صلبطة والله لواني دقاقت فيه كان بيشبه البغلة تبع الجارنا اللي كان يبيعليها كاز الخيلو عشقي على اساس عندك عشرين حصان عربي بتسابقي كل سنة بجمال الخيول والقفز عن الحواجز ما احنا عارفين البيرو غطاه أبصر على أي سطبل سطلبطة والله هاي بتنفع حزيرية على أي سطبل سطلبطة قولوها عشرين مرة ما بتزبطوا شمعكو المهم وأبصر عميمة سطلبطة خلاص ضبطت وخلوك تصيب الإحصان من بعيد هاي تشوحيلو هاي سعصار الخيلو عشقي صدقت يا أبو فلان أحسنت يا أبو علان وحكم أخذ حكم وأمثال وتحليل سياسي ورأي سديد كلها بتفتي هاي مش مشكلة صفحاتهم وهم محرين فيها بس أنا بحبش واحد بلبس له بالحكمة والتسامح والتعايش وثاني يوم يكسر عليك يروح ما يضيعك في الشارع بحبش واحد يسولف عن الإثار وثاني يوم ما يخليكيش تطلع من الدخل للشارع الرئيسي ما بحبش واحد يسولف عن مكافحة الفساد وهو ماكلك نافة وهازك تافع عن نص الفاسدين من البلد وكلما إجا واحد من المسؤولين الكبار بروح بيسلم عليه بمع تصل في معه بحبش واحد يتصور مع عمه وهو قسق صدافرها وهذاك يوم وهذا يوم يبطل يطل عليها بحبش تعمل مشاركة لللي بتحبهم وعلى الواقع عمرك ما شاركتهم بحبش واحد ينزل لي آيات ويكون ماكي الحق الشغيل اللي عنده وماكي الحق خواته وأخوته والحارة كلها تتوذى منه بحبش تنزل لي صورة جدك اللي بنازع وتقول ادعو له ادعو له الله يشفيه وانت من جوه بتقول اما يبدو فيز الختيار بحبش نعطي وجه ونخبي وجه وتصير حنون مع الكل خصوصا الفرند اللي عندك من الجزء اللطيف وخام ونكد ولاقيه مع مرتك بحبش تلطش بوستات من غيرك وتحط اسمك تحتهن حط اسم الزلمة صاحبين هذيك اليوم واحد ناسخ ادعو لي اني فايت على غرفة الولادة اذا ما انت زلمة انت سارق من وحدي ومش حاط اسمك وبتقول توارد خواطر بحبش تنزل أقوال مأثورة عن الرزق الحلال وأحاديث قدسية تبعت يا عبدي وانت لو يصح لك بتلف طاقية الشيخ اللي بالحارة اقول لك بتلف البلد كلها بتزرطها زرط بحب تكون انت مثل ما انت صادق مع حالك وناسك ويا ريت يا ريت اللي بنشوفه وبنقرأه وبنعمله لايك وشير على الفيس بنشوفه وبنقرأه وبنعمله مشاركه على الطبيعة وهاي شير شير اللهم اجعله شير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة